مرحبا بكم اليوم ان شاء الله هنعمل خبز كتير هو روعة سهل وسريع جدا هو الافضل لمرضى السكر وضغط الدم ايضا للرجيم مكونات كتير بسيطة يلا الروح الوسطى يمكن طحن الشعير بالمنزل او شراء دقيق الشعير جاهز هذه الحبوب بدون قشور ويفضل ان تكون مع القشور اذا وجدتم بالسوق ثلاثة كوب من دقيق الشعير اربعمائة جرام معلقة صغيرة ملح او حسب الزوق خميرة معلقة ونصف كبيرة خمستاش لجرام بنحركهم مع بعض سبانخ اربعمائة جرام ممكن اقل او اقتر بعض العصير احنا بناخد الكمية المناسبة لالنه ماء دافئ واحد كوب ساوضع جميع المكونات على الشاشة ازا كنتم بحاجة الى التقاط الشاشة نوضع باقي الكمية السبانخ نستخدم تلات اكواب الا ربع تلات اكواب الا ربع نستخدم دائما نفس الكوب لنفس الوصفة نخلط مكونات جيد فوائد هذا الخبوز هو مفيد لمرضى السكر والضغط هو مفيد لتعزيز صحة القلب ويحافظ على صحة الامعاء قصارة الوزن الزائد الحماية من حصاء المرارة هو غني بمضادات الاكسادة تقويات وتعزيز جهاز المناعة وتنظيم ضغط الدم وتحسين الهضم والحماية منها شاشة العظام وشغلات كثيرة ممكن تقرأه عن السبانخ والشعير نوضع الخليط بالوعاء ونغطي وننتظر نغطي الوعاء وننتظر حتى يضعف الحجم ساعة او اكتر او نصف ساعة حسب حرارة المنزل المهم انه يضعف ويمكن استخدام اي وعاء المهم انه يتحمل درجة حرارة الفرن عند استخدام قالب تاني من المهم عدم ملء القالب وترك النصف فارغا هيك بعد ما تضعف الحجم المدة مش مشكلة المهم الحجم يضعف حسب حرارة المنزل بنوضع البيض وبنوضع اي نوع من البزور او التوابل حسب زوجكم هذا هو اختياري تشغيل الفرن مسبقا من الاعلى والاسفل مئة وسبعين درجة مئوية نوضع الخبز بالرف السفلة لمدة 30 دقيقة هذه هي المكونات نغلق الحرارة حرارة الفرن ونترك الخبز يبرد داخل الفرن والباب يكون مغلق هيك بعد ما برد داخل الفرن ونقطع وفرجيكم كيف من الداخل كتير هو روعة وكتير هو مميز شايفين كيف كتير روعة وصحي جدا جدا مثل ما انتوا شايفين بصراحة كتير هو مميز مناسب للضيط هو مشبع جدا وصحي مناسب لمرضى الضغط ومرضى السكر انتظروا مني كتير وصفات متل هيك ان شاء الله وبهمني تكتب لي رأيكم تحت بالتعليقات في امان الله